مرحباً جميعاً لتحكم بإستمارة الإستماع للغة الإنجليزية مع الضيف الجماز مرحباً جداً جداً رائعة فيها إجابات أذهلتني لذلك شكراً لكم اليوم نقوم بإستمارة الثالثة و سيكون عن محاضرة المحاضرة اليوم بتكون عن كيف نتكلم عن شخص يتكلم عن محاضرة تحفيزية وهذا النوع محاضرات بناخد عليه أسئلة وكيف ناخدها ومستخدمه لنتعلم اللغة الإنجليزية أيضاً جزء من المحاضرة بيكون عن بعض الستراتيجيز لنذهب قبل أن نبدأ سوف نقوم بإستمارة ما نقوم بإستمارة أولاً نقوم بإستمارات ومعالات الإنجليزية نقوم بإستمارات نقوم بإستمارات نقوم بإستمارات في المحاضرة السابقة نقوم بإستراتيجيات كيف نطبقها على تلم كرتوني أيضاً ركزنا على المحتوى وركزنا على القواعد و المفردات نقوم بإستمارات نقوم بإستمارات مهارة الإستماع بأنفسنا بعدين نطبق استراتيجيات و المهارات التي تعلمناها على الخطاب التحفيزي نركز على المحتوى الخطاب التحفيزي و فهمه و بعد ذلك نركز على القواعد و الكلمات التي نأخذها من الخطاب التحفيزي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشروع